السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأهلا وسهلا بطلابنا الكرام تعالوا اليوم إن شاء الله تعالى نحفظ مادة التربية الإسلامية الدرس الثاني درس مهم جدا امتحان الوزارة لا يخلو منه دائما بيجي منه أسئلة بإذن الله تعالى مش أقل من دائرة أو دائرتين يعني يا أربع علمات يا ثمان علمات طلابي ركز معي اليوم بالدرس في شغلات مهمة جدا 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 نبدأ شو رح نبدأ أول شي اسم الدرس مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي شو يعني السنة النبوية الشريفة شو يعني السنة سنة شو يعني هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل تقرير صفة خلقية صفة خو عليها ضم الخاء تمام خلقية بلاش يجيبك في الامتحان الوزاري أن كل مما يأتي يعد من السنة النبوية ما عدا ممكن يجيب منه صفة خلقية يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الخلقية إحنا مش مطلوب منا أنه نتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم طوله بلونه العيون وكذا تمام هل أنه هذا خلق الله أما الخلقية اللي عليها ضمه لا هي لداخل معانا واللي إحنا لازم نتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم إذن لما نشوف امتحان الوزارة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تقرير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد من الصحابة يفعل فعلا أو يقول قولا فوافقه على ذلك أي أنه أقره عليه تقرير أو صفة خلقية حكينا الخلقية من الأخلاق تمام هذا تعريف السنة النبوية طيب جهود علماء المسلمين تجاه السنة النبوية شو عملوا بدل العلماء جهودا كبيرة في إيش تدوين السنة النبوية دونوها يعني كتبوها حتى وصلت إلينا إذا عملوا على جمعها وتدوينها تصنيفها دراستها شرحها إذن علماء المسلمين السنة النبوية بالنسبة لهم يعني شيء عظيم جدا وعند كل مسلم السنة النبوية شيء عظيم جدا نازم من يغفل عنه فعلماء جزاهم الله خير شو عملوا جمعوها دونوها كتبوها صنفوها حديث صحيح حديث حسن حديث ضعيف في الفقه في الطهارة في الحج تمام درسوها وشرحوها صنف الأحاديث النبوية الآتية إلى قولية أو فعلية أو تقريرية طيب هذا كان نشاط موجود عندنا في الكتاب روى ابن عباس رضي الله عنه أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب عبارة عن حيوان صحراوي إحنا أهل الشام ما بنوكلوا أهل الجزيرة العربية ودول الخليج بموتوا عليه حيوان صحراوي زي السحلي كبير تمام بنوكلوش فالصحابة طبخوا ونحط على المائدة تمام عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما أكله عفته نفسه ما أكله لكنه أقر الصحابة بأكله أي وافق على أنهم يأكلوا فمنسميها تقريرية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز إذن عندي فعل هون فعل يوجز الصلاة ويكملها إذن سنة فعلية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاحكا حتى أرى منه لهواته وإنما كان يبتسم فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فضحك أنه ما يتقهقه وإن كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ما بتساما ولها قطعة من اللحم المتعلقة في آخر حلقك تمام اللي هي الملاكمة هاي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قولية طيب ما ركزت على السؤال اللي حكيته أنا الآن ترتيب السنة النبوية من حيث مصادر التشريع هي المصدر الثاني طيب والمصدر الأول شو هو يا جماعة الخير القرآن الكريم هذا المصدر الأول للتشريع الإسلامي هنا المصدر الثاني اللي هي السنة النبوية تمام التمام بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا من تهتز له القلوب شوقا وتخفق بذكره طربا عن ماذا أتحدث بل عن ماذا أسطر محتارة هي أحرفي وحق لها أن تحتار فكيف الحروف قاصرة أن تبوح بما في نفسي نحوك يا رسول الله طبعا شو هو تحفظوه هذا ويقولك بيجي في امتحان الوزارة أو بيجيش في امتحان الوزارة تعالوا شوفوا لي هنا مكانة السنة النبوية الشريفة شو مكانة السنة النبوية؟ مكانة عظيمة قبل شوية كنا نتكلم أن العلماء اهتموا فيها دونوها وجمعوها وصنفوها وشرحوها ودرسوها صح؟ مزبوط دكتور التشريع الإسلامي. من هي السنة النبوية؟ بدنا نحفظ المادة بدنا نجيب العلامة الكاملة زي الطلاب عالفين وستة اللي جابوا علامة كاملة في مادة التربية الإسلامية تتبعوا معي أولا بأول. ركز هنا. بينا القرآن الكريم في أكثر من موضع أهمية السنة النبوية. أذكر أربعا من هذه المظاهر. مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالسنة النبوية. كيف القرآن الكريم؟ اهتم بالسنة النبوية. بينا القرآن الكريم أن السنة النبوية شريفة وحي من الله عز وجل. إذن السنة النبوية شمالها وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحي يوحى. إذن هي السنة النبوية وحي من عند الله عز وجل. اثنين اذا هنا بشي نكتب عنها ايش وحي على جنب عشان يظل طالب متذكر النقطة عن ايش بتتكلم عمر الله تعالى بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاستجابة الاستجابة للنبي وأوامره صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه عندهو نفع الأمر أمر اذا فعل أمر فخذوه فعل أمر يعني يا مسلمين يا ناس اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتاكم بأمر ما عليكم ان تأخذوا به اذا هذا يا اخوان يشير الى قضية الوجوب تمام والأمر يفيد الوجوب وما نهاكم عنه فانتهوا برضو فعل أمر اذا الأول انهى السنة النبوية وحيا من عند الله نعم ان فسأطل على الطرف اللي هون هيك الطالب ذاكي بتنبع معي الاستجابة لأوامره النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر تمام والابتعاد عما نهان عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فان ربط ربط الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل إذن في عندي ربط كتبتها على جلب ربط من يطع الرسول النتيجة فقد أطاع الله إذن هنا في عندي الربط تمام بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل دال حذر الله تعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا حذر التحذير من إيش من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير مخالفة تمام فليحذر إذن التحذير فليحذر تحذير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره مين المقصودون أمره أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام إذن بنعيد السنة النبوية شمالها وحي من عند الله عز وجل اثنين نقرأ هنا النقاط الجانبية الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثلاث نقرأ النقطة الرب ربط القرآن الكريم بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل فعنا رب ربط بإيش ربط في الطاعة ها كتبناها ربط في الطاعة لبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بيكون أطاع الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله عندنا تحذير من شوه من التمسك بالسنة لا التحذير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طيب انطلقنا حجية السنة النبوية شيء عن حجية يعني هل السنة النبوية دليل شرعي أم أنها لا تصلح أن تكون دليل شرعي هي دليل شرعي إذن هي حجة أي أنها دليل شرعي على الأحكام الشرعية يجب العمل بها هاي للمرة الثانية بنحكيها إذن لو أنت يجي تتصرف التصرف غلط ويجاك الدكتور محمد أبو العسل وقال لك يا ابني تصرفك هذا خطأ وحرام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هل يبتيجي تقول لي والله بما أنه حديث فأنا ما بديش أرد عليك ولا أعتبر أنك أنت حكيت لإشي ولا أعتبره مصدر من مصادر التشريع وأنه ليس حجة عليك بيطلع منك هذا الكلام لا دكتور لأن السنة النبوية وحي من عند الله وإحنا واجب علينا أن نوقف بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونلكزم فيها إذن رح ترد علي هاي مقصود حجية السنة النبوية طيب موقف علماء المسلمين من السنة شو اللي صار عنا الآن بقول أجمع في عنا إجمع علماء الأمة على حجية السنة النبوية الشريفة هاي خسين حجية السنة النبوية الشريفة وأنه يجب العمل بأحكامها وتوجيهاتها حيكناها للمرة الثالثة وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لا يجوز ترك السنة النبوية في عندي حكم شرعي حكم ترك السنة النبوية لا يجوز بدعوة الاكتفاء بالقرآن الكريم هذا كلام باطل لأن ترك السنة يؤدي إلى تضييع أحكام إسلامية عديدة أو عدم فهمها أو الجهل بكيفية تطبيقها إذا ما بدنا نأخذ بالسنة النبوية راح نضيع أحكام كثيرة تمام في الإسلام وممكن ما نفهمها ولا نقدر نطبقها زي إيش دكتور تعالوا يا سيد العزيز الله عز وجل قال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّوا الْبَيْتِ وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالِ طب كيف بدنا نحج لو إحنا ما أخذنا كيفية الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خذوا عني مناسككم صح؟ ما وردت كيفية الحج ومزدرفة أمنا والرجم وما رجم طواف الإفاضة وسعي الحج وأنواع الحج الثلاث ما وردت في كتاب الله عز وجل وإنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليش أروحي فيك بعيد؟ بروح على الصلاة الله عز وجل أمرنا بالصلاة لكن ما بيّننا كيفية الصلاة ولا شروطها ولا سننها ولا إذا سهينا شو نعمل وكثير في نبسها بتلاقيه بيصلي هو مش عالي فيه الركعة الثانية ولا الثالثة ها جلس للتشهد ولا ما جلس للتشهد طيب دخلنا على المسجد يرجعنا الإمام بالركعة الثانية التحقنا بالإمام لما يسلم الإمام شو بنعمل؟ بنوقف ونجيب الركعة اللي راحت علينا بالله عليك هذا وين موجود في القرآن الكريم؟ هذا مش نقص في القرآن أعوذ بالله وإنما السنة النبوية الشريفة جاءت لتوضح وتبين وتفسر ما جاء في القرآن الكريم وهذا هو درسنا تعالوا علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم هذا العنوان بإذن الله تعالى رح ييجي منه سؤال وزارة إلكم طلابي سؤال وزارة إلكم يا طلاب ركز على الشارح وشارح كل وحدة الآن علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم بقول لك أذكر ثلاثة أمور توضح أهمية ودور السنة النبوية في التشريع الإسلامي أول شيء يا أخوان أول علاقة بتربط السنة النبوية بالقرآن الكريم أن هناك في أحاديث تؤكد ما جاء في القرآن الكريم تأكيد ما جاء في القرآن الكريم اثنين في عنا أحاديث تفسر وتبين ما جاء في القرآن الكريم أشرح لكم إياها حاضر بعيد تأكيد ما جاء في القرآن الكريم بتلاقي في عنا آية قرآنية تعطينا موضوع معين تيجي السنة النبوية وبتعطينا نفس الموضوع طب ليش؟ ليه مغلبي حالك يا سنة ما هو الحكم ورد في القرآن الكريم شو بتقول لك؟ عشان أثبت وأأكد على الحكم أيوة 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 طب أمثلة رح أحكيها هسا كمان شوي بس استنوا تفسير ما جاء في القرآن الكريم وضيان ما جاء في القرآن الكريم زي ما حكيت هسا قبل شوي قضية الحج قضية الصلاة ورد في القرآن الكريم بس ما إجا شرح وبيانه وتفصيلاته في القرآن إجت وين؟ في السنة النبوية ثلاث شوف السنة النبوية إضافة تعطينا أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم وإحنا كثير من هذه الأحكام بنطبقها في حياتنا طيب نبدأ وحدة وحدة تأكيد نبدأ بالشرح جاء في السنة النبوية الشريفة تأكيد لكثير من الأحكام التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم هذه النقطة الأولى أنه في عنا أحكام كثيرة وردت في القرآن وإجت السنة وعطتنا نفس الحكم من أمثلة التأكيد ما جاء في القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمرئ إلا بطيب نفس منه هلو لا يحل ما لمرئ إلا بطيب نفس منه ففي ذلك تأكيد لما جاء في الآية الدالة على تحريم أخذ شيء من أموال الناس بغير حق إذن عندي حديث بقول لي بأنه ما بصير نأخذ إشيء من أموال الناس بغير حق وهذا الإشيء وهذا الحكم الشرعي اللي هو تحريم أخذ شيء من أموال الناس بغير حق ورد كذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذن السنة النبوية الحديث إنه لا يحل ما لمرئ إلا بطيب نفس منه جاء ليؤكد المعنى الوارد في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إذن الحديث جاء يؤكد ما جاء في الآية القرآنية طب هو الحديث والآية دكتور شو موضوع تحريم أخذ شيء من أموال الناس بغير حق كيف بيجعلها سؤال في امتحان الوزارة أول شيء ممكن يجيب للحديث الشريف ويقول لي أني الآية التي جاء الحديث ليؤكدها هذه الآية العكس ممكن يجيب للآية القرآنية وأنو الحديث هذه أول صيغة الصيغة الثانية ممكن يكتفي بالحديث أو يكتفي بالآية يقول لك ما علاقة السنة النووية القرآنية؟ تقول له تأكيد ما جاء في القرآنية يعني بس يجيب لي آية بدون الحديث أو يجيب لي الحديث بدون آية دكتور أنت لدارس وفاهم وممكن يجيب لي اللي باللون الأحمر تحريم أخذ شيء من أموال الناس بغير حق رح تقول له تأكيد ما جاء في القرآن الكريم إذن صيغ عديدة لكنها بسيطة إن شاء الله تعالى إذا أنت درست بفهم بفهم هبل معنا شوفوا تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه خش علينا بالزاكي دكتور بالأسئلة أو الشرح وضع القرآن الكريم قواعد عامة للتشريع وأحكاما إجمالية غير مفصلة استنى استنى وضع القرآن الكريم قواعدة شو صفتها عامة للتشريع وأحكام إجمالية شمالها غير مفصلة إذن قواعد القرآن الكريم في التشريع شو صفتها بشكل عام بشكل عام وأنها غير مفصلة حياك الله سيد أحمد يا مرحب يا مرحب أول الله بشرح لطلاب 2007 مادة التربية الإسلامية لأنه شويل تهين عنهم عشان امتحان الوزارة لطلاب 2006 برضو احنا منظلنا مع الطالب من أول يوم لآخر يوم زي ما وعدت 2006 هين الآن بوعد 2007 من أول يوم لآخر يوم رح أكون معاكم إن شاء الله تعالى انتوا طلاب 2008 حياكم الله فعاملت السنة النبوية الشريفة على تفسير هذه القواعد والأحكام وبيانها على نحو تفصيلي أنا هذول الشغلات بطنش هنش بصراحة أنا ما بطنش أنا ما في عندي إشي أطنشه طيب أنا بعطيك المادي بحدفيرها بالنص الحرفة لشان نضمن الإعلامة الكاملة على نحو تفصيلي هل الحكام القرآن كانت مفصلة؟ لا كانت غير مفصلة من اللي فصلها؟ السنة النبوية هي التي قامت بتفصيلها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أطنش الآية بفقع عينك هاي الآية تشير إلى تفسيرها تفسير اكتب معاي تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه تمام؟ رحنا انطلقنا من أمثرة ما فسرته وبيانته السنة النبوية الشريفة مما جاء مجملا في القرآن الكريم تعالوا الجداول هاي نحفظها بصم رح نتكلم أول شيء عن مجال العقيدة في العقيدة رح نتكلم ما جاء في القرآن الكريم ودور السنة النبوية في تفسيرها وبيانها وتوضيحها بسم الله قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شوفوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أملوين لك كلمة بظلم جاء لفظ الظلم في الآية الكريمة شو صفته عاما يشمل كل صور الظلم لكن هل المقصود في الآية القرآنية كل صور الظلم أكيد لا تعالوا شوفوا كيف السنة النبوية فسرت كلمة الظلم تمام إذن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم اللي أنا بتكلم فيه اللي هو تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم شوفوا لي بينت السنة النبوية أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك هذا مهم لازم تعرفوه هذا لازم تعرفوه إذن المقصود بالظلم هنا إيش الشرك مين اللي بينوا فسر السنة النبوية فقد فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن المقصود بالظلم في الآية الكريمة هون هو جميع صور الظلم هذا أول إشي فكروا الصحابة فكروا أن الجميع صور الظلم فقالوا أينا لم يظلموا نفسه ممكن أن أكون أنا ظلمت نفسي تمام جعت ما أكلتش عطشت بالديش حردت عني إشي معين نمت عن صلاة هذا اسمه ظلم للنفس تمام الآن بقولك أينا لم يظلموا نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف عندهم لبس في الموضوع فقال ليس كما تظنون قد يمش قضية أنه جميع صور الظلم لا 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 إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الظلم بالشرك واستشهد بقول لقمان الحكيم لابنه إن الشرك لظلم عظيم إذن هيتتعلق بالعقيدة المجال اللي إحنا نتكلم عنه في العقيدة لأن الشرك وما شرك تتعلق بعقيدة المسلم أن المسلم لازم يكون غير مشرك بالله عسى وجل العبادات نبدأ بالخاني الثانية والعلاقة التفسير وبيا ما جاء في القرآن الكريم من حيث العبادات وأقيم الصلاة حاضر يا رب بدنا نقيم الصلاة على عيننا وراسنا بس كيف نقيم الصلاة ما بنعرف كيف نقيم الصلاة لو إحنا ما أخذناش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالصلاة في الآية الكريمة من دون بيان لكيفيتها وتفصيلاتها ما ورد يعني ما ورد لنا شو نحكي نركع شو نحكي نسجد كم سجد نسجد وكل صلاة كم ركعة الفجر كم ركعة العصر كم ركعة المغرب كم ركعة وهي اكتمام ما ورد لنا إجت سنة النبوية وفصلت عدد ركعات كل صلاة أوقات كل صلاة سنة كل صلاة ودعت المسلمين إلى الاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصلاة كما كان يصلي أمامهم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي طيب إذن هون شو علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث وأقيموا الصلاة وعندك صلوا كما رأيتموني أصلي تفسير وبيان ما جاء في القرآن الكريم تمام؟ تمام دكتور ممكن يجبوا لك في الامتحان الوزارة صلوا كما رأيتموني أصلي لحالها بتقوله بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم وممكن بيعمل حاله أنه شاطر كثير بحط لك امتحان الوزارة وبقولك ضمن أي مجال تندرج هاي هيها العبادات والله أبو العسل ما خلى علينا قاصر هيها العبادات حلو تعال روح يا سيد العزيز مع بعض على قضية المعاملات المعاملات قال الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين وصية وصية طب كم مقدار الوصية؟ جاء لفظ الوصية في الآية الكريمة غير مقيد بمقدار معين ما حدد إنه النص والربع والثلث وكله تمام؟ تعشوفوا بينت السنة النبوية الشريفة مقدار الوصية وحددتها بأن لا تزيد عن الثلث قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير تمام؟ إذن هذا الحديث يشير إلى قضية المعاملات في مجال المعاملات وهو التفسير وبيان دعونا أسميها هيك من عندي ما جاء في القرآن الكريم حلو حلو طب تعالوا نشوف المطعمات الأكل والشرب بسم الله المطعمات حرمت عليكم الميتة والدم كل هذه الآية تشير إلى أن كل ميتة وكل دم حرام علينا نوكلهن نهائيا جاء النص في الآية الكريمة عاما بتحريم كل ميتة وكل دم لكن هل حقيقة أن كل ميتة وكل دم إحنا المسلمين حرام نوكلهن؟ أكيد لا لأن السنة النبوية استثنت ميتتان ودمان تعالوا شوفوا استثنت السنة النبوية نوعين من أنواع الميتة والدماء من التحريم وفي هذا تفسير وبيان لما جاء في القرآن الكريم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان شهن يا رسول الله فأما الميتتان فالحوت والجراد عارفين شو الحوت يعني؟ الحوت يعني السمك يعني الحوت من الاسم من الحياة تمام؟ يعني الحيوانات البحرية تمام؟ السمك الجنبري اللي متفتعش النفس عليه تمام؟ والجراد عبارة عن حشرة يا سيدي توكل النباتات إحنا برضو برجع بحكي لك بدول بلاد الشم ما بنوكله لكن بلاد الجزيرة العربية ودور الخليج ما شاء الله عليهم ماكلين وأخضروا يا بس وأما الدمان فالكبد والطحال يعني زي المعلاق أو الله؟ إذن هذا الحديث يشير إلى تفسير وبيان ما جاء في القرآن الكريم ماشي الحال؟ زي ما وجود هون وتحت أي مجال؟ مجال المطعومات إذن الميتة والدم وردت في القرآن الكريم عامة وجاءت السنة النبوية لتستثني لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد أو الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان هذه الجداول ضروري جدا 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 تحفظوها إذا مش بكيفك غصبا عنك وروح جهزي كاستك الشاي كاستك النسكة فيه فنجانك القهوة يلا عبين ما نكمل الدرس سريعا نروح جيب غرضك وتعال يلا كملنا الدرس يا جماعة يلا 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 إضافة أحكام جديدة أيوة هاي الأحكام كانت موجودة بالقرآن مقول لك لا لم ترد في القرآن الكريم زي شو؟ تعالوا شوفوا يعني السنة النبوية الشريفة طلابي يا الكرام بتعطيني أحكام أصلا ما كانتش موجودة في القرآن الكريم زي شو؟ بقول لك وردت في السنة أحكام كثيرة لم تقيرت ذكرها في القرآن الكريم وأمر الناس بالعمل بها ليش؟ علن ليش أنه إحنا مأمورين فيها حتى وإن كانت مش موجودة بالقرآن الكريم لأنها وحي من الله عز وجل ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه مش في عين الآية القرآنية اللي أخذناها وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حلو طب لو أنا دي كنت لك شوية أقول لك هاي الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والحديث هذا ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه شو علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم؟ ما علاقة هذا الحديث بهذه الآية لو إخوانا تأكيد لو بدهم يتلاءموا عليك رح يجيب لك هذا السؤال إذا بدهم يتلاءموا عليك تمام؟ مش هينة أمثلة على أحكام شرعية وردت بالسنة ولم ترد في القرآن الكريم أول شيء يا أخوانا تحريم في أن لازم أركز على الحكم الشرعي تحريم أن يجمع الرجل في الزواج بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في الوقت النفسي شيء يعني وحب تزوج إمرأة حب خالتها أو حب عمتها بصير يتجوز عمتها وخالتها تصير البنت هي وعمتها أو البنت هي وخالتها ضرائر لا يجوز بده عمتها وخالتها بده يطلق هاي البنت بروح بتجوز عمتها وبتجوز خالتها والزواج بش لعبة بصراحة تمني أنا كل ما بده أشوف وحده تعجبني بده يطلق مرته وروح أتزوج وحده ثاني إذ قرى صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها تمام؟ إذن هذا الحديث بأكد على قضية اللي هو الاتيام بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم إضافة أحكام جديدة إذن هذا الحديث يشير إلى قضية الإضافة إضافة أحكام جديدة طيب تحريم تحريم عندي تحريم كل ذيناب من السباع سؤال وزارة سؤال وزارة تحريم كل ذيناب من السباع فقد قال صلى الله عليه وسلم أكل كل ذيناب من السباع حرام إذن هذا إضافة أحكام جديدة شو يعني السباع كل ذيناب من السباع الحيوانات المفترسة يعني أخوان اللي بتوكل لحهم بس وكلب وذيب وثعلب وأسد ونمر تمام؟ هذا هو أوداناسورت كمان عشان ما تزعلوش حيو اللي بتوكل لحوم اللي هي جوز أكلها اللي بتوكل لحوم وحسا بتطلع لي واحد مربع المخ عنده تمام؟ وقلت ما هو الحوت بوكل لحمة والسمك اللي حضرتك بتوكله الدنيس اللي انت بتوكله سادي ما أظن مش أنه مسك بورك الخاسه بوكل فيه تمام؟ عمرك شفتوا سمك يمسك وورك تخاسه بتوكل فيها ولا الجزرة وبتوقروا شفيها عمرك ما شفت كله هيك بوكل يابا فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتتان الحوت يعني الحوت السمك بشكل كل أنواع الحقيوانات البحرية طيب تحريم عندي حكم لحقك اللحم الحمر الأهلية شو الحمر الأهلية يا دكتور؟ الإحمار الله يعزنا وعزكم اللي بركبوه الناس واللي هم متعود على الخلق بركبوه الناس حص حصادا ما تروح تركب عليه تطلع الرحلة وتعمل شر لأبوك وانت تعمل شر بدك تركب على الإحمار بدك تركب على الإحمار وتفكر حالك أنه إيش فهارس أحلامك رح يجيك على حصان أبيض ورح يجيك على نفس الإحمار اللي انت ركبتي بالرحلة تمام؟ تحريم الذهبي على الرجال وزارة جابونا يا وزارة شو حكمه؟ حرام بس جابونا العلاقة اللي هي الإضافة وجوب صدقة الفطر إذن صدقة الفطر على المسلمين هاي اللي بنتفحها بآخر أيام شهر رمضان مبارك صاع من طعام أهل البلد هاي حكمها واجب ما وجبت في القرآن الكريم وإنما وجبت في السنة النبوية جواز جائز إيش؟ المسح على الخفين على ظاهر الخفين لما الواحد يكون متوضي بدوش مثلا يشرح الجربات الله عزنا ويعزكم أو حذاءه الطويل بكونه اللي بيسهن على ذوق فقط بمسح عليه المسح صنف النصوص الشرعية آتية مبينة دورة السنة النبوية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إذن هذه القرآن الكريم السنة النبوية إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام تعطيني التأكيد أو وضح لكم إياها ومن يقتل مؤمنا متعمدا إذن دماء قتل تمام؟ فجزاؤه جهنم إذن هذه تحريم القتل وهنا تحريم القتل إذن تأكيد ولا مش تأكيد متعلمين يبتع المدارس تأكيد يا دكتور أعطينا أخضر شوي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت إجا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم هنا ما بيّن لكيفية الحج إجا النبي صلى الله عليه وسلم أبيّن إن كيفية الحج إذن هو تفسير وبيان لم يرد نص في القرآن الكريم عن تحريم لبس الذهب والحرير على الرجل إحنا رجال ما ورد نص على أنه لبس الحرير والذهب على الرجل حرام في القرآن الكريم ما ورد لكن وين ورد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم هذا يسمع إيش أنه أحكام جديدة إضافة أحكام جديدة طيب دكتور محمد شو واجبنا تجاه السنة النبوية الكريمة صلوا على رسول الله اللهم صلي وصلهم بالك على نبينا محمد أول شيء يا إخوان نتمسك بالسنة ونلتزم بما جاء فيها تمام؟ فهذا أعظم الواجبات تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب أنه نتمسك بالسنة هو أعظم الواجبات إذا يجاكب ضع الدائر عشان تكون عارف يقول الله فإن تنازعتم في شيء في شيء من أمور الدنيا دين اختلفت فيه فردوه أرجعوه في حكمه إلى الله إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والمقصود بالرد فردوه طيب شو المقصود بالرد دكتور محمد هو الرجوع إلى النبي الرجوع شوفوا المقصود بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته إذا كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة يرجعون إلى ويسألوا صح؟ مظبوط طيب والرجوع إلى سنته بعد وفاته هل أن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى فإذا احنا بدنا حكم شرعي ما الغنا بالقرآن الكريم وين من الروح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصود بالرد إذا كان عايش منروح عليه وإذا كان ميت وهو الآن ميت تمام فمنروح على سنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن هنا يا أخوانا الكرام الآية القرآنية تشير إلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمها نقطة ثانية تعلمها ونعلمها للناس إحنا نتعلمها ونعلمها للناس إذن بعمل يتمسك فيها تمام شوفوا التمسك بها والتزامها هاي أول إشواء وهو أهم الواجبات الثانية نتعلمها ونعلمها للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ننظر الله بيض الله وجهه من النظارة تمام امرأ المال يا رسل الله سمع مقالتي فوعاها فهمها وتعلمها فبلغها علمها للناس فإنه فإنه رب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إذن هاي تعلمها وتعليمها طيب ثلاث بذل جهود لحفظها من الضياع كل جهدنا نبذله في سبيل السنة النبوية نحافظ عليها بلنا العلماء المسلمون في مختلف العصور جهودا كبيرة في إيش يا دكتور أبو العسل جمع السنة النبوية وتدوينها وبيان صحيحها من ضعيفها إذن جمعوا السنة جمعوها بعدما جمعوها صنفوها صحيح حسن ضعيف تمام إلى آخره جهود العلماء في العصور القديمة في السنة عندك البخاري ومسلم في الصحيحين البخاري إلو كتاب اسمه صحيح صحيح البخاري ومسلم إلو كتاب اسمه صحيح مسلم تمام الإمام مارك شو اسم كتابه الموطأ الإمام أحمد شو اسم كتابه المسند هذولا شو عملوا يا جماعة الخير جمعوا الأحاديث جمعوا الأحاديث النبوية البخاري ومسلم في الصحيحين الإمام مالك في الموطأ الإمام أحمد بن حنبل في المسند إذن من صاحب الموطأ الإمام مالك من صاحب المسند الإمام أحمد بن حنبل اسم الكتاب المسند طيب تعالي نشوف الشرح شرح السنة النبوية عنا يا سيدي ابن حجر العسقلاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة قام بشرح كتاب البخاري تمام فابن حجر له كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري إذن فتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الكتاب يتحدث عن شرح السنة إجا ابن حجر ومسك كتاب البخاري الصحيح وصار يشرحه يشرح فيه تمام وألف كتاب عظيم اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري كل المسلمين أهل السنة عندهم هذا الكتاب الإمام النووي شرح صحيح مسلم فألف كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم أنا بصراحة متوقع إيش زي هيك يجينا في امتحان الوزارة أسماء كتب أسماء الكتب تمام ومؤلف كل كتاب مهم جدا تمام جهود علماء المعاصرة في حفظ السنة النبوية علماءنا المعاصرين الآن شو عملوا في السنة النبوية؟ عملوا موسوعات إلكترونية تطبيقات على الهواتف المحمولة حلو تطبيق السنة النبوية صحيح تدخل في عندك تطبيق دي سيدة العزيز بتنزل هذا التطبيق مثلا بتعرف إذا الحديث صحيح أو ضعيف تمام؟ عنا أحاديث ومواقع إلكترونية شوفوا المواقع الإلكترونية الموثوقة إذن عندي فوق تطبيق بنزل أبليكيشن بنزل على التليفون تمام؟ بنزل على جهاز اللابتوب بتسجل الحديث بيطلع لك من رواء وشو درجة صحة هذا الحديث صحيح حسن ضعيف إلى آخره المواقع الإلكترونية تنشر السنة النبوية الشريفة وتعرض الأحاديث النبوية الشريفة وشرحاته إذن المواقع الإلكترونية شو بتعمل؟ تنشر السنة تمام؟ وتعرض الأحاديث النبوية الشريفة وشرح الحديث الشريف إذن تنشر المواقع هاي تعمل على نشر الأحاديث النبوية الشريفة هاي المواقع توفر خدمة البحث عن الأحاديث النبوية الشريفة وتخريجها عارفينش يعني تخريجها يعني وين موجودة موجودة في البخاري موجودة في مسلم موجودة في مثلا في عند ابن ماجا عند النسائي إنشاء الجمعيات التي تعنى بالحديث النبوي الشريف الآن فعلنا جمعية الحديث النبوي الشريف موجودة بفضل الله عز وجل في أردننا الطيب رد الشبهات واجبنا يا أخوانا أن نرد الشبهات وندافع على السنة النبوية قدام أي حدا نازل يشككنا بالسنة تمثل ذلك من خلال توظيف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي في دحض أي إبطال مزاعم المتحاملين على السنة النبوية إذن فعلنا توظيف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب، انستجرام، فيسبوك، كل شيء تمام في أنه أي حدا بهاجم بالسنة النبوية أنه نطلع ونضحظ يعني نبطل هذه الدعوات اللي هو نازل يتكلم فيها عن السنة النبوية واجبنا كمسلمين ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقد الندوات والمحاضرات من قبل المشرفين وعلماء الحديث تمام ليدافع عن السنة النبوية الآن إخواني الكرام أسئلة مرت معنا أسئلة الدرس الدكتورة محمد والعسل مهتم جدا بأسئلة الكتاب تمام؟ هذه الإشارة تشير إلى أن السؤال موجود في الكتاب شوفوا النص الشرعي وجه الاستدلال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللي هو يأمرنا الله عز وجل بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من مخالفة أمره من يعطي الرسول النتيجة فقد أطاع الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من طاعة الله عز وجل وهي قضية الربط ما بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي إذن السنة النبوية ما لها وحي من عند الله عز وجل حدد فيما يأتي دور السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي بوضع صح في الجانب الصحيح اللي إلها يعني مثلا يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وبنسكرها إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه حكناها أنها إيش تأكيد ما جاء في القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وفسّر معنى الظلم بالشرك إذن بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم اللي هي هنا التفسير هو البيان طيب أكلوا كل ذناب من السباعي حرام ما إجت لا بالقرآن ما إجت بالقرآن الكريم وإنما كانت إضافة من السنة النبوية صح وغلط تمام أنا بحط لكم الصح والغلط يا باهو أنا السؤال وبحط لكم آخر إشي عندك الإجابات بحط لك الإجابات أنا بدي إياكم تحلوهن لحالكم هذول بدون ما تطلعوا على الإجابات وتشوفوا حالكم درستوها كويس الدرس ولا لا وإن شاء الله تعالى أستمر معكم بإذن الله تعالى في فتراتنا القادمة مع مادة التربية الإسلامية وإن شاء الله تكونوا من أوائل المملكة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكراEd